قولنا إيه إحساسك بالنجاحات دي كلها؟ بدايةً كده يعني لما بعمل حاجة وبتعلم مع الناس أكيد ببقى سعيدة جداً إنتي واضحة إنتي بتختاري شغلك آه آه جداً يعني واضحة إني بتعرض عليك حاجات وممكن تقولي لا مش عاملها مش عاملها مش عاملها يعني دايماً بحب ما قررش نفسي بحب يعني لما يجي دور لو حيضف لي تمام لو نفس الحاجة زي حاجات عملتها قبل كده يبقى ما أنا عملت خلاص يعني تشتغليش عشان برضو المادة ما بتعمليش ده يعني المادة أكيد مهمة وكل حاجة بس أنا باعتبر نفسي هاوية لغاية دلوقتي بعد كل المسيرة الفنية الطويلة دي آه أنا باشتغل بروح الهواية يعني لازم أحب شخصية قوي عشان أقدر ألعبها عشان خاطر يعني الحاجة لما أنا مصدقة وحبها حيوصل للناس طب إيه أكتر شخصية حضرتك عملتيها وحبتيها؟ ارتبطت بيها جداً عايز شخصية واحدة يعني أكتر واحدة بصي أنا معملتش حاجة محبتهاش يعني كل شغل عملته يعني يعني بحس بياخد مني يعني بياخد من روحي فمافيش شخصية محبتهاش كل دور كان مميز بتصور كده بتصور كده يعني يعني بلاقي رد الفعل مع الناس الحمد لله يعني بيبقى بيعني بيخليني أعرف إن أنا يعني ماشي صح ماشي صح بالضبط خلينا اتكلم بقى على بدايتك الفنية إيه البداية بقى وأنا متهيق لك ببدايتك فرقة الجيتس لا الجيتس بعد كده يعني جات بعد شوية إيه بقى أحكي إنا بقى ابتديت إزاي معك لأ أنا البداية أصلا أنا درسة يعني كلية تربية موسيقية قسم غنى الله اه ويعني ده كان بصعوبة إني يعني أقنع أهلي إن أنا أدرس مزيكة لأن هي حبي وحياتي المزيكة مهم وابلعب بيانو من وانا أربع خمس سنين كنت بس مع أي حاجة ترجمها على البيانو يعني الأساس مزيكة مش تمثيل بالضبط كده بالضبط كده هو التمثيل جيم بعد لا خلينا ناخدها خطوة خطوة كده حكي لنا المسيرة كو عايزين نعرف قصة حياتك كده دخلت الكلية من البداية خالص من وانا لسه في أعدادي مدرستي أخدتني أعمل بروغرام في التليفزيون كان كان حاجة مسابقات كده وبنلعب في مزيكة كنت أنا بلعب جيتار مهم مهم يعني بعد حلقتين لقيت المخرج بيقول لي جورج سيدهم وسامير غانم طلبين واو طلبين بعد حلقتين بعد حلقتين واو فلاقيتهم فعلا جم يعني جم للستوديو وقالوا لي احنا عايزينك معنا في المسرح فوقتها كنت طبعا 17-18 سنة كان لازم أهلي يوفقوا هم اللي حيمدوا كمان على العقد وكده فأهلي رفضوا تماما تماما خلصي خلصي وبعد كده نشوف هتعديدك دي فرصة جامدة جدا طبعا في وقتها بعد كده بقى لما اشتغلت معاهم فأنا يا دكتور بقول لي جورج فاكر فاكر بانوتا كان بتلعب جيتار وجيتولها قال لي اه اختك قلتوا يا انا انا عربي يا انا بس الوقت ما كانش مناسب بس انتم صممين علاية من زمن يعني بعد ما خلصت كليتي عايز اغني بقى يعني انا حلمي اقف على الستاج اغني كنت باسبع بلاك كوتس وبتيشا وبحلم ان انا اقف كده على الستاج وعندي كراسة اغاني بطلع كلمات الاغاني باغني في المدراسة جدا باغني وبمثل جدا فحلمي ان انا اغني يعني اقف على الستاج واغني بس بلاك كوتس وبتيشا كله بقى اغاني اغاني فرنش وانجليش وايطاليا الزبط وكان كل مصروفي رايح على الستوانات بقى كان البيتلز بقى كنت يحب الجو ده جدا جدا فمزيكا والرأس وبتاع ده يعني حياتي يعني فبعد لما خلصت بقى عايزة اغني بدأت اهلي طبعا مش موافقين على الحكاية دي دهلك عزبونا احنا كلنا بقى ده ايه ده كله بالمعافرة يعني كله انا عملت كل حاجة انا حباها وعايزاها بالمعافرة فحسين امام ومودي الامام كانوا صحابي حسين كان في فنون جميلة وانا في كلية تربية مسخيفة زمالك فحسين كان بيجي على طول عندنا وبنروح نحضر متينيات مع بعض بنعمل مزيكة مع بعض فلما خلصت بدأنا نقعد مع بعض نعمل اغاني وندخل الستوديو ونسجلها اوكي الفلوس اللي بقبضها بدفعها في الستوديو حتغني يعني حتغني حتغني يعني حتغني فلما عملت اول حاجة جات شركة سونار كان اول مرة هيعملوا حاجة عربي كنت انا ومونير محمد مونير واو او اول ناس ينطقوا عربي مع سونار كانوا حاجتهم غربي كلها وكده فاول لما عملت اول الالبوم ده جاي لي تصوير له في التليفزيون كان ايها اغنيت ايه اغنيت ايه اللي تعملت في الالبوم؟ في الاول كانت تحيا الحياة هوني كان اسمها تحيا الحياة فا جالي تصوير في التليفزيون لما صورت في التليفزيون لقيت بيكلموني بيقولولي نور الدمرداش عايزك كان نور الدمرداش يعني عنده بوزيشن بيشرف على البونتاج بتاعك كده فطلبني عشان امثل معاموا سلسل فقلتله انا بغني؟ انا درسة مزيكة وقالي ما يبتيش على مصرحة ببطوله على المصرح لأمري في المدرسة، بغني وبرقص، وبمثل وكل حاجة، بقال لي خلاص، انت عايزة ايه تاني، فعملت معايا المسلسل ده، وانا كان جورج سيدهم معانا في المسلسل ده، فلاقيت بيكلموني، الثلاثي عايزينك جورج وسامير وأمير سيدهم، روحت اقول لي عايزينك في بطولة مسرحية، اهلا دكتور كاروبيجيا، وانت عايزة بقى لمسرحية اهلا يا دكتور، فدخلت بقى عملت المسرحية، وانا في المسرحية جات لي مسلسل بقى في حاجة غلط، والجيتس كانت فاعليني مرحلة؟ أفنم؟ الجيتس كانت فاعليني مرحلة؟ الجيتس يعني ده يعني بعد اهلا يا دكتور، يعني بعد اهلا يا دكتور، كان فيه افتتاح فور سيزنز حاجة كده، فطلبوني أبا معاهم، فبقيت معاهم، واو، اه، طب في الوقت ده حضرتك عرفتي التبالنس بقى ما بين التمثيل والغنى، لأن أكيد كان صعب، اه، هو بعد شوية التمثيل خدني من الغنى، اه، لأن كان عشان أعمل ألبوم بياخد مجمود، ووقته، يعني، المسرح بقى، يعني كل مسرحية بدخلها بتقعد سنين، في يعني ما كنتش بقى ملحقة على الاتنين، بس عملت أربع ألبومات، يعني مش ألبوم واحد وخلاص. اتعرض عليكي مسرحية المتزوجون تعملي دور شيرين وانتي اعتذرتي؟ بقى أقول لحضرتك بقى القصة دي أصلي، يعني بيقولوا إن أنا عملت الدور قبل هويدة، يعني قصة كده فيها لخبيطة، لا، أنا كنت بعمل البروفات بتاعت أهلا يا دكتور، وهم كانوا هيصوروا المتزوجون، كانت المتزوجون، يعني كان كنت بتدرب، كان عسام السيد بيدربني، الأول قبل، كان مساعد الأستاذ المخرج، كان مساعد المخرج يعني، فبيدربني قبل ما ماقف قدام جورجو سامير، فكان دي كور المتزوجون هو اللي موجود، وكانوا عايزين يصوروا رواية، فإظهار كان فيه مشاكل معاشرين أو حاجة، فقدوني الاسكريبت قالولي زاكري، وجابوني أشوف الرواية، وقالولي زاكري عشان خاطر، هنصور بك، هنصور بك الرواية، وهما كانوا قريدي عرضين الرواية بشرين، وقابليها طبعا بهوايدة بنت صباح، وبعد كده شيرين، وخلاص الرواية بقى يعني خلاص بيجهزوا الأهل يا دكتور خلاص، والديكورات بتتعمل، والأدوار بتتسكن، وكل حاجة، وعايزين بس يصوروا متزوجون، وخلاص هترو إلي حالها بقى المصرحية دي، فقالولي تيجي تصوري الرواية، وادوني السكريبت، وحضرت العرض، وبعدين يعني المشاكل اتحلت معاشرين، فهي اللي صورت، ما تدايتيش بقى، ما تدايتيش، ما تدايتيش انك ما صورتهاش؟ لا لا، سداني لا، لأن كان أول مرة هقف على مصرح، أنا مش عايزة تقارن بحد، الدور ده كتلعبته هويدة، وبيقوله كتكويسة جدا، وشيرين، أفنم، بيقوله كتكويسة جدا، وشيرين كتكويسة جدا، هي بتشتغل كل يوم وكده، يعني هي عملت مثلة فيلم أو فيلمين، وبالنسبة للمصرح عملت سيزن واحد، وما قدرتش تكمل أكتر، لأنه التزام، المصرح التزام، المصرح التزام، بالزبط، عايزة بقى تسافر وبتاها يعني، تنسط وتلعب، بالزبط يعني مش، يعني أهلا يا دكتور كانت فتحة خير على حضرتك من جوانب كتير قوي، يعني أول بطولة على المصرح، وأكيد كانت انطلاقة لمسيرة حضرتك الفنية، وكمان اتعرفت فيها على جوز حضرتك، صح كده؟ آه، عرفت منيه؟ لا إحنا بقى إحنا قاهرة اليوم عندنا للأسرة، أنا ننسي مش طويل على الفادي، إحنا عرفنا كمان هو كان بيجي يحضر كل عرض وكل بروفا علشان بس يتفرج عليك ويشوفك، عرفت منيه الكلام؟ حكي لنا حكي لنا بقى القصص الغربية آه، أنا بقى أحب قصص الحب، بدي قوي بص إن أسيب الكيو كارت، وعايزك يتحكي لي لا دي خدت شوية وقت، يعني هي خدت شوية وقت الحكاية دي، إنه أنا يعني أخد خطوة الجواز دي دي خدت مني وقت طويل، يعني حتى بعد أهلا يا دكتور عملت البغبغان مع محمد صبحي، وعملت سفيرة عملت عن ترشيل سيفو في إيطاليا معها دي الإمام، وكل دا بيحاول إن هو يخليك يتحبيه؟ بالضبط، آآآآ، يعني، واحدة، واحدة، بس أنا فكرة يعني إن أنا أرتبط يعني كان كل دماغي، في المزيكة والمسرح. يعني مش مش. اه عايز اخلف جدا. عايز اخلف جدا. وبعدين يعني انا اتجوزت عشان اخلف. بصراحة يعني. ما تجوزتش عن حب. لا مش يعني. يعني اذا كنت ما باشتغلش دور الا ما احبه. يعني هتجوز من غير ما احب زي. صح. ما تجيش. بس كان هدف. لازم اكون. الخلفة. يعني لازم اكون. عقلك وقلبك مع بعض. بالزبط كده. ما بتنسكيش وراء قلبك. لا 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 لا. عقلي عقلي وكان اهم حاجة عندي ان انا ما يقصرش على شغلي. عشان في كان موك يقولك عودي في البيت ما انتيش هاتف. وده بيحصل كتير. ما هو يعني. يعني زكاؤه خلاه يقولي انا مليش دعوة بشغلك. وانتي. يعني انا كان اهم مشروتي. انا بتجوزش نخلف. بس اخلف لما انا اقول. لما انا احس ان انا يعني مجاهزة نفسيا ووقتي. والكلام ده كله. وشغلي ده خط احمر. ما. قلتيلو كده. قلتيلو شغلي خط احمر. ايوة. 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 واو. والله او. ايوة. لان يعني انا انا عفرت معفرة السنين عشان خاطر اعمل اللي انا بحبه. صح. فانا مش هاجي بقى 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 اراضتي اسيب ده ماينفعش. وخلفتي بقى. فنم. خلفتي. خلفت نديم وشريف. ما دخلوش في الفن بقى. سينما. مصورين سينما. واو. واو. ما شاء الله. حلو قوي. خارجين مهد السينما قسم التصوير. الله. ونديم مدير تصوير. ومميز في ستيدي كام جدا. واو. يعني من احسن الناس. عن ترشايل سيفو بقى. ايوة. بعد نزول الفيلم ده عملك ايه اكيد اكان علامة كبيرة في حياتك برضو. اكيد جدا. مرة كنت في مش فاكرة مصرحية كان اخوي هايس ولا كان الزعيم مش فاكرة. ولقيت حد جايب لي ورد اسم انا مش عارفاه. فجاي في الانتراكت. بلغوني ان الكارت يعني جايب الورد ده عايز يسلم على حضرتك. اهلا وسهلا. فجاي لي قال لي انا جاي اشكرك. عشان خطر. انا السرو اللي عملتها في حياتي بسببك. قلتوله بجد. بجد. قال لي فيلم عنطر شايل سيفو. انا عندي نادي فيديو. في الاردن هو اردني. عندي نادي فيديو. وكان فيلم عنطر شايل سيفو ده كان مكسر الدنيا. وبعدين من كتر ما كانوا بيشغلوه كتير كان بيثقتها. فهي ياخد نسخة. بقولهم ما ينفعش. خدوه نسخة جديدة. نسخة جديدة. بقيت عمال ببيع. فعنطر شايل سيفو. فالفلوس اللي عندي كلها بسبب. اه ده هو بقى السعب خمسة جنيه. والحساب بك. والحساب بك. والحساب بك. اللي فيه ده برضو علم جدا. وبعد ده كله جايب لي ورد بس. اه. يعني عملت له السرق و جايب لي ورد. لا. منفعز. لا لا كان كان كاتلاف تلطيفة منه جدا الجندة. يعني بجدا لاف تلطيفة. بس هو ده حننتي اشتغلتي مع سمير غانم كتير. يعني كان كنتو أصحابه. سمير عملت معه روايتين. يعني أهلي دكتور وعملت مع أخويها يسون اللهيس. عادل عملت معه أنتر شايل سيفو. والزعيم. والزعيم. بالضبط كده. طب إيه المواقف بقى لما تزهاش معادل الإمام في المصرح؟ مواقف؟ اه. يعني مواقف مثلا لو يمكن تنسيق. إذا كان في الفيلم أو في المصرح. لا مفيش حاجة معينة في دماغي دلوقتي. طب و سمير غانم. سمير غانم معروف عنه كمان هو بيرتاجل كتير على المصرح. كتير كتير كتير. فأكيد ده كان صعب عليك. اه. عشان عشان تقدري. أحياناً كان يقولي الفيه وهو يضحك عليه. يعني أحياناً فعلاً يعني هي هو كان عنده فظيع. ما تفهمش بيجيب الفيه منين. والفيه بيجيله في ثانية يعني وبعدين هو يضحك. فصعب جداً تمسك نفسك قدامه. بعد شوية بقى يعني. تعودتي بقى. تعودتي أكيد. بالزبط كده، بس يعني كتير جداً حكاية انه يجي فيه يعني بعد شوية بقى يعني خلاصاً ما يبقى سيزن واثنين وثلاثة خلاص الحكاية بتستقرق لحد كبير يعني ايه في الفترة بقى دي بقى؟ ايه الحاجات اللي انت بتختاريها؟ يعني فيه مستثلات سيعبلها حلو زي السفاح وغير وايه بقى وريفه؟ ايه الحاجات اللي بتشوفيها مميزة بقى في الجيل الجديد ده وفي الحاجات اللي بيعملها دلوقتي؟ بص هو يعني انا اشتغلت شوية مصرح بس كان عشان الولاد صغيرين وكده عشان اهتم بيهم وبتاع وعبين لما يعني كنت جهزة ان انا ارجع تاني سينما وتليبيزيون وكده كات المرحلة العملي اختلفت والوسط عندنا عامل زي كراسي الموسيقية أنت أقول ما تسيب كورسيك حد بينط عليه على طول أكيد أكيد صح فكات المرحلة العمرية اختلفت والأدوار اختلفت فبقيت بدور بقى على الحاجة المميزة اللي تناسب سني في المرحلة الجديدة يعني طبعا فما بيفرقش معايا حجم الدور برافو عليكي ما بيفرقش معايا أبدا حجم الدور يا رب مشهد بس له معنى ومؤثر وجوه الحدوتة وما تيجي تحكي الحدوتة يبقى حتجيب سيرة ينفعش تشيل المشهد ده ما ينفعش تشيل الشخصية دي اه مصبوط ايه رأي حضرتك في الفنانين دلوقتي اللي بتطلع تقول احنا مشتغلش ومنطالب الشركة المتحدة ساعدونا احنا بقى لنا سنين وانا رحت مش عارف قدل مين وما عبرنيش وقلمت مين وما عمليش ايه رأيك في الكلام اللي حاصل يعني يعني دي بقى كل واحدة يعني هل ده صح؟ هل رأي حضرتك بينما وحضرتك ممثلة هذا الجيل القديم وهذا الجيل الجديد؟ ايه فاهمك بني وبينك هو يعني التشغيل عندنا يعني ما فيهوش عدل فاهمني ازاي؟ بره فيه حاجة اسمها ايجينسي يعني بيبقى كل ممثل مع ايجينت هو اللي بيسعاله للشغل وهو يعني ممثل حيفن بس انما الايجينت هو اللي حيامل دور هيجيله ازاي؟ ده ما بيبقاش على الممثل نفسه بالضبط كده احنا يعني مفروض بنعمل كل حاجة وده مش فارع على فكرة يعني ان انت تختار الشغل تعمل العلاقات العامة الانترفيوهات كله معتمد عليك انت لوحدك مش حد بيساعدك لازم الممثل دلوقتي هو اللي يخبط وهو اللي يتصل وهو اللي يتكلم علشان ياخد دوره ويشتغل انا مش مع فكرة يخبط طيب ده اللي طلعت قلته الاسبوع الجاي الاسبوع اللي فاتت في البرنامج ده اللي طلعت قلته قلته برضو هي جماعة الموضوع ارزاق في ايد ربنا ربنا اللي بيبقى عارف رزق الواحد فين ودوره امتى وامتى يشتغل وامتى هل ده كلام مش ده كلام اللي انت باش عليه برضو ولا اه يعني انا انا عمري يعني دايما الشغل بيجي الواحده هو ده اللي احنا بنقوله بقى يعني دايما الشغل رزق من عند ربنا بتستنيه اه يعني دايما الشغل بيجي بواحده يعني انا عمري ما طلبت الشغل لا طب لو قعدت بقى مشتغلتش خمس ست سنين او اكتر هتعملي كده لا لا رضي او الحمد لله لا نافر 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 اه يعني اه بعيش حياتي بعمل الرياضة بتاعتي بحافظ على ليقتي البدنية عندك رضا وبتقولي الحمد لله ولما ييجي الشغل اهلا وسهلا لما ييجي شغل اناقل حاجة برضو اللي تناسبني يعني مش هتلهف على اي حاجة تجيلي والسلام لأ عندك رضا يعني اهم حاجة ان الواحد يبقى راضي بالزبط بقى اي ان كان ايه اللي بيحصل يعني بالزبط كده طب اخر حاجة بحكي لنا على فاتن حمامة بقى حبيبتي حبيبتي انا ما صدقتش نفسي انا ما صدقتش نفسي ان فاتن حمامة بتكلمني انا وبتقولي ان انا هايلا هي اللي كلماتك في التليفون لا 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 مش في التليفون كنت داخل استوديو كنت ساعتها بعمل بسجل الالبوم فكانت هي في في الستوديو بتسجل حاجة كانت اشعار حاجة كده هي كانت قابلة على طول فا وصلنا فقالوا يعني معلش هنتأخر عليكو عشان دايروا بساعة فاتن حمامة بقى فكنت قاعدة في الكنترول روم مستنية وبعدين لقيتها خارجة بتقولي انتي ايفا قلتلها ايوة انتي امالتي في حاجة غلط قلتلها ايوة قلتلي انتي هايل هايل من فضلك تكلمي محمد نبي تقوليله فاتن حمامة بتشكرك عشان انت جبتل نايفا الله كده فاتن حمامة قالتلي انا كده اجمل حاجة دي ممكن تسمعيها كنتش مصدقة بجد ما كنتش مش عارفة ارد اقول ايوة تانكو بيرسي تانكو بيرسي مش عارفة اقول ايوة انتي كنت لازم تعلي اجرك بعد ده كان اول عمل بقى تزعلي في التليفزيون والناس عرفتني منه كانت لسه اهلا يا دكتور ما نزلتش اي اي ان ده لسه كان في البدايات خالص في البدايات يعني اهلا يا دكتور اعرضنا على المسرح سنين بس كانت لسه ما تصورتش فلسه ما تشافتش كان عنطر شيلسيف وصورنا بس لسه ما نزلش في السينيما يعني انه نتقلق كده من نجمة كبيرة زي فاتن حميبا في المرحلة دي في مشوارك الفني ده اكيد كان سابورت كبير جدا جدا لحضرتك جدا جدا وفرق معاكي اكيد 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 يعني 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 ما كنتش مصدقة بقولك ما كنتش مصدقة اقول ايه ولا اعمل ايه ولا بجد يعني حقق بجد بجد اللي قاليتي برضو كلام جامد جدا زوزو نبيل الله زوزو نبيل وهو ناسا كده يا شهر بتاعت اعرف زوزو نبيل طبع اه كنا رايحين نعمل بروفات في مصح الجيب زمان كان في كان في كان استوديو الجيب اللي هو في على النيل ايو مصح الجيب كان استوديو وقتها فكانت هالبني لمسلسل ورحت ودخل على الفرابيزة البروفات كانت هي قاعدة فقايتلي انتي ايه با طلق قايتلي انتي كويسة انتي جمدة جدا انتي موهوبة جدا فقايت طلق بجد شكرا انا باقولكيش كده عشان تقوليه شكرا انا باقولك كده عشان تحافظي على موهبتك خلي بالك انتي جمدة جدا انتي موهوبة جدا كده وهي صوتها كان جامد يعني بتشغيلها عارفة فات الحمامة قالتلي قابل افند ايو ايو لا وازدي فعلا شهادة فعلا من اه اه الاتنين الاتنين صراحها الاتنين بجد صراحة كبيرة قوي بالزبط كده بالزبط كده